ضمن حملتها الممنهجة في استهداف الشمال السوري شنت الطائرات الحربية الروسية غارتين جويتين استهدفتا محطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقاء غربي أدلب مما أدى إلى إصابة اثنين من العاملين في المحطة واحتراقها وخروجها عن الخدمة نهائيا الطائرات الحربية الروسية تقوم بحملة تصعيد ممنهجة على مناطق الشمال الغرب السورية حيث يوم أمس تم استهداف محطة الكيلاني للكهرباء التي تغذي عين الزرقاء هذه الاستهداف نتج عنه إصابة شخصين من العاملين في المحطة واندلاع النيران فرقنا استجابت للحادثة وأسعفنا المصابين وأخمدنا النيران وبردنا المكان محطة كهرباء الكيلاني قبل استهدافها كانت تغذي وبشكل رئيسي محطة مياه عين الزرقاء التي بدورها تضخ مياه الشرب إلى عدد كبير من قرى وبلدات سهل الروج التي باتت بلا ماء ولا كهرباء حيث أعلنت شركة الكهرباء جرين انيرجي عن انقطاع خيار كهربائي عن المناطق التي كانت في غذيها محطة الكيلاني المستهدفة استهدف طيران الحرب الروسي المجرم بتاريخ 15-10-2024 محطة كهرباء الكيلاني المعنية بتأمين الطاقة الكهربائية لمحطة مياه عين الزرقاء طبعا هذا الاستهداف تسبب باحتراق المحولتين الرئيسيتين الموجودات في المحطة وبالتالي توقف تزويد الكهرباء لمحطة مياه عين الزرقاء وبالتالي توقيف الخدمة عن أهلنا في القرى التي تستفيد من محطة مياه عين الزرقاء هذه المحطة انشأت خصيصا لإيصال الكهرباء لمحطات المياه ومحطات الري طبعا محطة الكهرباء كونها خرجت عن الخدمة أدت لخروج محطات المياه أيضا عن الخدمة مما أدى إلى حرمان عشرات القرى في جبل وسطاني عن مياه الشرب استهداف محطة الكهرباء جاء بالتزامن مع عشرات الغارات الأخرى التي تشنها الطائرات الحربية الروسية بشكل يوميا في الشمال السوري إلى جانب قصف مدفعية النظام التي تستهدف المدنيين ومنشآتهم الحيوية بالدرجة الأولى لطالما كانت البنية التحتية هدفا رئيسيا لطائرات روسيا الحربية التي أخرجت محطة كهرباء الكيلان عن الخدمة وتسببت في حرمان أكثر من سبعة عشر قرية وبلدة في سهل الروج من مياه الشرب من الحارة التلفزيون سوريا عين الزرقاء ريف أدلب الغربي